السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقف نفسك وعرف معنا قيثارة قيثارة هذه آلة طربية تشبه العود ليش سميت قيثارة باللغة العربية نروح لمعاجم اللغة معنا كلمة قيثارة هو التقثر أي التردد والجزع الإنسان المجزوع يردد الكلام والآهات لأنه مجزوع الحين عرفنا أن قيثارة من معانيها الترديد الكلام طيب معنى آخر لها اقتثرت الشيء أي أخذته قماشا لبيتي أي اتخذته للمتعة فالجيثارة سميت السببين أول شيء للمتعة الإنسان أخذها للي تمتع فيها الثاني فيها الترديد يردد الكلام يتقثر يردد الكلام واتخذ الآلة الطربية هذه القيثار للمتعة فسميت قيثار لأنه يردد الكلام واخذها للمتعة هذا المعنى طيب الروح للطائر القيثاري اللي هو موطنه الأصري استراليا اللي هيش سموه بالقيثاري سبب الترديد لأنه طائر مغرد بغنيها الجميلة يجي تعلم تقليد أصوات الطير واخرى بطريقة لا مثيلة لها يعني يردد الأصوات تسميه قيثاري من ترديد الصوت وهل تفوق الطائر القيثاري على الببغة في تقليد الأصوات نعم تفوق عليه وعنده مهارات عجيبة طيب قيتار القيتار هذه ينطقونها المان قيتار قيتار ينطق بالفرنسي الغيتار يعني قريب من اللغة العربية هنا طبعا الشعوب نطقها مو واحد قيتار أخذوها الأسبان من الكلمة من الاندولسية العربية من الحضارة والاندولس أنا اللي يظهر لأن كل هذه أصلها تعود القيثارة في باحث عربي جمع 25 ألف كلمة مفردة لغوية من اللغة العربية موجودة باللغة اللاتينية أو موجودة باللهجات اللي تفرعت من اللغة اللاتينية اللي هي لهجات وبعدين صارت لغات اللي هي مثل اللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية إلى آخر الفنان طال المداحة الله يرحمه من القابة قيثارة الشرق وش معنى قيثارة لأنه يردد الصوت في أغنيه يردده وسلامتكم